عندما نزل الإنسان على سطح القمر قال ججارين أنها ليست خطوة قدم لإنسان بل خطوة للبشرية وقد صدق لأن البشرية تغيرت بالكامل تكنولوجيا بعد وصول الإنسان للقمر كل شوية بتحصل صورة جديدة يعني احنا عيشنا صورة الاتصالات الانترنت طبعا صعب تقول ده الآخر بس حجم التصارع المعرفي والتكنولوجي والتطور بقى مرعب يفوق حتى طاقتنا النهاردة أنا بفتح معك موضوع هيغير حياة البشرية بالكامل هديجي تقول لي هي لسا تتغير هي ما تغيرتش يعني أنت بتكلم على فتح جديد الله أعلم حياخد البشرية للتقدم أملي انهيار قيم مثلا انهيار قيمي بيكلموا على شريحة يتم زرعها في المخ أو في الجبهة دي بداية ده بداية العلم أو بداية عارف الموبايل لما بدأنا كان قد البتاع قد كده شوف دلوقتي بقى قد يعني بعد 20 سنة الدنيا بتتطوع بس أنا هوصلك في النقطة اللي احنا فيها النهاردة شريحة في الجبهة الأمامية تم زرعها في الخنزير وفي القرد الشريحة دي هترتبط بالكمبيوتر هتقدر تقيس حاجات كتيرة جواك وانت بتفكر فيها طب الشريحة دي لما توصل واتخزو العالم المعلومات اللي في دماغنا اللي هتتحطى على الكمبيوتر ده الكمبيوتر ده ما عندي مين في الآخر مش عندي الغرب هل هو اللي هيسقنا هل الشريحة دي هيبقى مسموح فيها مثلا ليه القضاء العسكريين ياخدوها ليه العلماء لرؤساء الدول ولا ده ممكن يغير قراراتهم لم يكن إيلون ماسك هو الوحيد اللي تكلم في ده بس عندنا أستاذ إسرائيلي في جامعة القدس اسمه يوهان نوح حراري من أربع سنين اتكلم في هذا الموضوع هو مؤرخ إسرائيلي واخد دكتوراه في التاريخ ولكن بيتكلم أن البشرية في طريقها ده من أربع سنوات هو بيتكلم لتغيير كبير دي مقدمة بصيرة حسب علمي وفاهمي مثلما قرأت أروح لضيوفنا اللي يشرحوننا مزيد من المعلومات حول هذا الاكتشاف إنجاز التعبير اللي هيغير البشرية معي عبر تطبيق زوم عبر الإنترنت الدكتور محمد الجندي خبير أمن المعلومات والدكتور عمرو حسن أستاذ المخ والأعصاب بطب أصل العيني أهلا بحضرتكم أهلا بحضرتك أستاذ محمد دكتور محمد الجندي خلينا في البداية وبشكل مبسط يعني حرك تشرح للسادة المشاهدين هو إيه اللي حصل طيب أنا بحي حضرتك عن مقدمة وبشكر حضرتك طبعا وبحي دكتور عمر حابب بس أقول لحضرتك إنه حالك بدأت بداية يعني مهمة جدا وهي الجنب الخاص بالتاريخ لما يحدث يعني كل السادة المشاهدين شافوه وساموا عنه من شريحة إيلون موسك ده مش حاجة جديدة الموضوع بقاله فترة كبيرة وبيتم تجربته على المستوى الطبي ويمكن الدكتور عمر هيتكلم في الموضوع ده خصوصا في الجانب اللي علاقة بالمخ والأعصاب ففيه جانب كبير جدا ما بين اتحاد العلوم وبعضها خصوصا بعد تطور الكمبيوتر والموضوع بتاع استخدام الشرائح الخاصة في جسم الإنسان أو التكنولوجي اللي بيتحصلها أو جوه الجسم نفسه بقاله فترة كبيرة جدا يمكن أشهرهم مثلا جهاز تنظيم ضربات القلب اللي استخدموه قبل كده وتطور لدرجة انه بقى جهاز بيستخدم الويرلس نتورك علشان يعمل أبديت للسوفتوير بتاعه لانه بقى عبارة عن جهاز كمبيوتر صغير وبالتالي بقى فيه مخاطر كبيرة جدا من استخدام مثل هذه الأجهزة بدون حماية وللأسف الشديد ده اللي احنا هنشوفه في المستقبل القريب يعني الشريحة بتاعة إيلون موسك في النهاية اللي نجح في إيلون موسك من وجهة نظر التكنولوجية انه قدر يعمل التشيب فيري فيري طيني يعني حاجة صغيرة جدا وفي نفس الوقت الروبوت اللي هو استخدمه علشان يعمل العملية الجراحية هو ده من وجهة نظري يعني شيء خطير لانه لم يتدخل جراح في العملية يعني هو الروبوت هو اللي قام بكل حاجة وهو اللي يقوم بالعملية وهو اللي يركب الشريحة لكن الغرض الأساسي اللي حضرتك شوفت ممكن في البرزنتيشن بتاع إيلون موسك انه بتكلم على ان ده في البداية هيستخدم لعلاج بعض الأمراض اللي ليه علاقة بالأمراض العصبية زي الشلل وخلافه وتصحيح الرؤية وبعض الأشياء من هذا القبيل في الجانب الطبية لكن طبعا ده لا يمنع ان الموضوع طالما وصل لإيه اللي ما نحلت إنها تشيب وكمبيوتر فالكمبيوتر في النهاية والسيد محمد اللي بيحركوا السوفت وير فأنا بعد ما من غير ما أعمل يعني هارد وير جديد أنا أسف الشريحة موجودة في دماغ الشخص اللي زرعها بعد كده يقدروا يعملوا أبديت للسوفت وير ده ويرلس زي ما هو كان يتكلم في المؤتمر ويقدر يأبديت البرنامج بتاع هذا الكمبيوتر ويقدر الكمبيوتر ده يعمل وظائف تانية مختلفة طبعا الوظائف دي مش بالضرورة تكون وظائف العلاقة بالطب يعني على سبيل المثال البناء أدمين ما بيشوفوش الانفارد ما بيشوفوه الأشعة تحت الحمراء بس ممكن واحد تطاق في دماغه إنه عايز يشوف الأشعة تحت الحمراء فالسوفت وير اللي بيتعامل بأبديت الهارد وير اللي هو الكمبيوتر الصغير ده يخلي حضرتك تشوف الانفارد والناس التانية بتشوف هاش فطبعا ده هيخلق مشاكل كتير جدا من وجهة نظر على مستوى المجتمع ومستوى الأخلاقيات ومستوى العلم هنروح لده بعد شوية بس أنا دلوقتي مثلا الشريحة دي هسألك أسئلة يعني أبسط للسادة المشاهدين هلأ يا تبقى متاحة مثلا زي شريحة الموبايل أروح ليه المحل الفلاني في المول وأخد شريحة واركبها ولا لازم أروح للدكتور ولا إيه مثلا شوف حضرتك هو عموما هو مبدئيا إيلون موسك قال إنه هم أخدوا عليها أبروبا من الـ FDA في الولايات المتحدة الأمريكية ودي المنظمة اللي بتدي الأبروفلس على الـ Food and Drug Administration في الولايات المتحدة الأمريكية فدي جهة يعني في الولايات المتحدة مهمة جدا إنه حد يستخدم أي أجهزة من ديها داخل الجسم البشري لكن طبعا مسألة الـ Application على البناء أدمين هيبقى قدامها لسه شوية مش قليلين بس برضو عايز أقول لحضرتك إنه التكنولوجيا في القرن الـ 21 بتتحرك بيعني صعود أسي معدلات سريعة مش تطور خط يعني وده اللي قاله يمكن كمان واحد من الفلسفة الكبار قبل يوفال نوح حراري اللي حضرتك ذكرت اسمه من شوية وهو قال في انتوفلر عالم وفيلسوف في التكنولوجيا لما قال في كتابه الشهير في التمانينات The Future Shock صدمة المستقبل هو قال إن الناس يحصل الله فعلا في المستقبل صدمات بسبب التطور السريع والمتلاحق للتكنولوجيا في الحاجة بتقوله ده أنا متأكد إنه مش هياخد وقت كبير لكن هي الأزمة كلها إحنا هنعمل أبليكيشن إزاي للكلام ده ويبقى متوفر في إيد مين بالزبط لأن التكنولوجيا دي ما زالت غالية وهتفضل غالية لفترة معينة لا ما هي مع الماس برودكشن والإنتاج الكبير السعر هينزل بس أنا بتكلم مين اللي هيسيطر على العقلي يعني حال كده عقلي هيتم السيطرة عليه من الخارج؟ مش يعني بص لا خليني صريح مع حضرتك من ناحية التكنولوجيا الموضوع بلسه قدامه شوية مش قليلين عشان أقول إن اللي ركب الشريحة ده هيقدر يتحكم في عقلي ليه بقى؟ لأن الشريحة بتعمل وظائف محددة لغاية دلوقتي الوظيفة المحددة اللي هيتكلم ممكن على دكتور عمر كمان شوية ليه علاقة بالنيورال سيستم في الجسم البشري في المخ تحديدا يعني فالحاجات دي طبعا بتأثر على حاجات كتير جدا جوا الجسم البشري بس هم ما قدروش عاملو ديكودينج الحاجات كتير جدا عشان يقدروا يأثروا عليها في المخ طبعا بيعملوا ديكودينج الحاجات كتير أو فك تشفير يعني الحاجات كتير في الدماغ منها مثلا الجزء الخاص بيه الذكريات الجزء الخاص بالحاجات الحاج بتشوفها على عينك بشكل مباشر الأفكار اللي بتجيلك الحاجات دي كلها أنت ممكن تشوف بعينك حاجة ومتتكلمش بس الكمبيوتر يقدر يقراها يقدر يعرف انت تتفركت عليه أصلا من غير ما انت تتكلم ومن غير ما تقول أي حاجة فدي مناطق في المخ هم قدروا يوصلوا لها فإذا الشريحة دي في الأماكن اللي بيتم التواصل فيها مع النيورال سيستم أو الجهاز العصبي اللي موجود في المخ يقدر يقرأ حاجات معينة في الدماغ آه طبعا لحاجة بتقوله ده هنوصله السكة دي رايح لها آه رايح لها رايح لها بعد قد إيه بقى ده اللي بقدرش أقول لحضرتك لكن أنا أقدر أقول لحاكم ده مش هياخد وقت كبير بسبب التصاعد الرهيب في الالكترونيكس اللي احنا عايشين فيه في القرن الواحد وعشرين عشان كده بيسموا اللي بيحصل ده وصول محمد يعني تكنولوجيا مربكة بتربك كل الأصعيدة فهي دي مشكلة التكنولوجيا في العصر اللي احنا عايشين فيه وشئنا ما بينا هي هتتطور غصبا عن أفكارنا غصبا عن معتقداتنا هنا الخطر هتتطور غصبا عننا فهي دي المشكلة الكبيرة اللي انا شايفها من روجة نظر خليني أروح للدكتور عمر حسن أستاذ المخوى لأعصاب